السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الثانوية عامة مع مسولد مصطفى على قناة فرينشاوي في الفيديو ده هنحل بوكلة امتحان الثانوية العامة مصر 2019 دور تاني الوثيقة الأولى بدأ بسؤال العنوان بتاعها هو عبارة عن سؤال يترى المدينة أم الريف تفضل ده ولا تفضل ده هنشوف هنا مجموعة من الأراء تقريبا أربع أراء كل واحد لي اسم ولي سن بنركز في الاسم والسن وبعدين نشوف كل واحد بيفضل مين لزي سيز أوبينيون اقرأ تلك الأراء دي زيليف دي لسي فيكتور لتلاميذ مدرسة سنوية اسمها فيكتور موجودة في مدينة باري دي كلها تفاصيل محتاجين نركز فيها الأول دي دي 15 سنة دي دي خمستاشر سنة هيقول لا فيل المدينة سي بلو بخاتيك أكثر عملية بوغفرر نكورس بأن تتسوق بوغفر وکرهنا تروني لنجم يدفع بيسهولة لأي بيسوالات لأي متنزع ببليفتك مكتابة بไมهوغفر بإنسان بمتاب40 الوغفر أو بحبط الأجم أم اضع الكومпاني لكن في العرب نحن مبغل دي بروي فقط إحنا بعيدين عن دوضا ياسمين 17 سنة لأني أفضل العرب لأنها تسوق Et les maisons sont grandes والمنازل تكون كبيرة On peut On peut avoir un chien ou un chat ممكن أن تحتفظ بكلبة أو بأطة On peut faire du sport يمكننا ممارسة الرياضة en plein air في الهواء الطلق أو في الهواء المفتوح Et jouer dehors واللعب بالخارج يعني نلعب بر البيت Avec les copains مع الزملاء Alain 15 ans Alain 15 سنة Dans la ville في المدينة Il y a trop de bruit Il y a beaucoup d'animaux Il y a beaucoup de gens En ville في المدينة C'est plus intéressant Le sujet aكثر متعة و تشويق Pour les jeunes بالنسبة للشباب Il y a trop d'activités Pour eux Il y a beaucoup d'animaux من الانشيطة المناسبة للشباب Les transports sont très faciles وسائل الموصلة تكون سهلا جدا C'est super إنه رائع رائع اللي هو هنا المدينة Ce document présente un forum sur la vie هذه الموثيقة تقدم من تدى عن الحياة الحياة المناسبة للشباب وهنا لا يحب يعني الاختيارين دول متشابهين يبقى أكيد الاختيار هيكون هذا نرجع برضو للنص ونتأكد ان ياسمين و ألا هنلاقي ان هما الاثنين قالوا je préfère la compagnie أنا بفضل الريف يبقى هما الاثنين am la compagnie يحبون الريف pour yasmin بالنسبة لياسمين نقط à la compagnie et يكون في الريف il y a trop de bruit يوجد ضوضاء جامدة جدا أكيد لا l'air n'est pas pur الهواء لا يكون نقي أيضا أو يعني أول جملة مش منطقين خالص la vie y calma الحياة هدئة ودي طبعا الجملة الصحيحة Didier Fouacomville Didier يرى أنه في المدينة سيف سيل من السهل أن تتنزه في الطبيعة الطبيعة لا aliou cinéma دي اختيار منطقي تجد هدوء برضو لا طالما مدينة يبقى aliou cinéma Alex pense qu'à la compagnie Alex يعتقد أنه في الريف il y a trop يوجد الكثير جدا من في الريف يترى وانشارة في المدينة لكن بالمناسبة للريف هناك يوجد الكثير يختار هنا دانيمة الثقية 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 les français يترون 3 repas في اليوم الفرنسيون يتناولون 3 تجابات في اليوم المدينة الإفتار المدينة الغداء و الديناء والعشاء الأطفال غالبا يأخذون وجبة خفيفة بعد المدرسة يبقى كده الأطفال دخلوا في الأربع وجبات المطاعم تقدم الوجبات بصفة عامة من الساعة 12 للساعة 14 ومن الساعة 19 للساعة 22 يعني دي فترة الغداء من الساعة 12 للساعة 2 بعد الظهر وفترة العشاء من الساعة 7 مساء للساعة 10 مساء مي ولكن ممكن ناكل فاست فود وأكل سريع توتل جورني طول النهار الوقت هما الفاست فود دي مالهاش توقيتات يعني المحلات تكون مفتوحة من الساعة 9 للساعة 19 في المدن الصغيرة نركز قوي على التفصيلة دي وبتكون مغلقة يوم الأحد C'est différent dans les grandes villes والأمر مختلف في المدن الكبيرة يبقى الجملة اللي فاتت دي متعلقة بالمدن الصغيرة Et les sites touristiques الأمر مختلف في المدن الكبيرة وفي المناطق السياحية أو المواقع السياحية Le mardi يوم الثلاثاء Tous les musées sans fermé الثلاث كل المتاحف تكون مغلقة Et c'est le mardi que les nouveaux films ويوم الأربعاء الأفلام الجديدة sort au cinéma تخرج إلى السينمات يعني يتم معرض الأفلام الجديدة في السينمات يوم الأربعاء Les fransais mange deux fois par jour الفرنسيون يأكلون مرتين في اليوم غلط لأنه هو الثلاثة Dans les petites villes في المدن الصغيرة Les magasins sont fermés un seul jour المحلات بيتم إغلاقها يوم واحد بس الكلام ده صحيح لأنها بتكون مغلقة يوم الأحد Les musées sont ouvertes toute la semaine المتاحف تكون مفتوحة طول الأسبوع هو قال في السطر الأخير أن المتاحف يوم الثلاث بيكون مغلقة يبقى هنا مش كل الأسبوع يبقى الجملة دي غلط Ce document donne des informations sur la France هذه الوثيقة تعطي معلومات عن فرنسا الوثيقة طبعا أعطتنا معلومات عن الوجبات في فرنسا والفرنسوين بيأكلوا إيه والأطفال بيأكلوا إيه وبعدين انتخلت بنا على المحلات بتقفل إمتى في المدن الصغيرة والمتاحف بتقفل يوم أيوم من الساعة كام كل المعلومات دي متعلقة بدولة فرنسا وهيكون الكلام هنا صحيح chaque mercredi كل يوم أربعاء يوجد فيلم أو سينما يوجد فيلم جديد في السينما الكلام ده صحيح لأنه قال كده فعلا يمكنهم أن يتناولوا الطعام في المطاعم في منتصف الليل الساعة 12 بالليل وفقا للساعات المحددة في الوثيقة قال إن هما بيقدموا وقبة الغدى من 12 ل2 الظهر وبيقدموا وقبة العشرة من الساعة 7 للساعة 10 هنا بيقول لي منتصف الليل أكيد الكلام ده هيكون غلط أنا مي فو دوموند صديق يسألك ما هو طبقك المفضل انت هتقول هنا بيتكلم عن طبق فهتلاقي هنا كوكا الهليال بيبسي والحاجة الساعة كافي القهوة طبعا فراخ في قسم منتجات الألبان انت هتقول إيه عاي السمكتين لو سمحت ولا اتنين زبادي لو سمحت ولا تفحتين لو سمحت منتجات الألبان يبقى على طول زبادي انت بتشجع أخوك على ممارسة الرياضة انت هتقول له إيه هقول له انها بشعة ولا مملة ولا رائعة طرعا ما بشجعه هقول له رائعة اخوك بيسألك ايه اللي موجود فيه الـ CDE ده اللي خدنا فأولا فانا واللي هو صالة الوسائط والمعلومات انت هترد تقول له إيه يترى ملابس وإكسسوارات ولا مضارب وشبكة ولا قواميس وأطلس طبعا قواميس وأطلس وكمبيوترز وCDE وDVD وهكذا انت بتحب القراءة انت هتقول إيه القراءة هي هويتي وشرفي انا ميسا فاغم احد الاصدقاء بيستعلم أو بيسأل عن عنوان منزلك انت هتقول له إيه ترى هقول له انه منزل جميل اكيد لأ انا سكن في شقة جميلة اكيد برضو لأ قريب جدا من المدرسة ده الاختيار المناسب أنا مي فو دماند صديق يسألك وفو زالي أين تذهب بوغاش تدليفر علشان تشتري كتب وديت أنت تقول ركز أو على تشتري لأن بيبليوتك مكتبة الطلاع واستعارة باست مكتب بريد بريد هي دي مكتبة شراء الكتب والأدوات المدرسية وخلافه فو دمانده افو تخمي انت بتسأل صديقك كالي لابروفيسيون دو سن بيغ ما هي مهنة أباه فو ديت انت هتقول له هقول له كيف تن بيغ ماذا يعمل أباك يشغل دو أنا مي فو زعفيت صديق يدعوك لكن الاتنين التانين دول بتوع القبول والموافقة انت بتسأل عن سعر القميص هتقولك إيه هقول سي كمبيان بكام طالما سعر هنا بسأل عن لون وهنا بسأل عن المقاس ونروح لأسئلة القواعد هو يتحدث إلى أمي صديق إيه اللي هتاخد سون ساسي هو مديني فعلا سون ساسي كلمة أمي كلمة مفرد مؤنف على طول هتجري على ساو هتكون غلط لي لأنها مؤنف وأولها في ويال وبالتالي هتاخد سون أمي نقط أنفيغ مياغ اتكتيف كلمة أنفيغ مياغ مفرد مؤنف والدليل كمان إن فيه هنا صفة مفرد مؤنف طيب مفرد مؤنف هتاخد مين لازم تاخد سات هتقول لي أولها في ويال هقول لك سات ما بتتغير لأن حرف الأ ليس منطوق هم تكلموا عن هذه القصة وي هم تكلموا تكلموا إيه ده ساته مفعول مسبوخ ب ده اللي هو ده ساته هنعود عنه بالدمير أم تتليفونا كلكا انتب تتصل بي شخصينما نو جنو تليفون A تلا ما كلكا يبا A پرسون لا أتصل بي أحد نوات اتام point de vue point كلمة مفرد موزكر حنقبلها كل كاله تون point de vue ما هي وجهة نظرك إل سدى بلاس هم يتناقلون بس وسيلة موصلات تاخد ان بس نوزاون مانجي نحن أكلنا كنفيتور البرب مانجي يجب بعدي أدوات التاجزئة و كنفيتور موفرد موأنف تاخد دولا كنفيتور إيهر بالأمس يبقى الكلام في الماضي نو سامزالي نحن ذهبنا إلى البسين لو جيدو الجودو سكوا يطلع إيه ما هو جون وبعدها على متر جون وبعدها فيرقل يعني يا جون هنا بندهله باسمه يبقى هكلمه بصيغة التو وهتدلو الأمر بلايف تو لايف تو انهض أو استيقظ مبكرا هذا الولد يقدم مشروبات كلمة بوصون جمع مؤنف بالتالي هنختار لها فخيش مؤنف وجمع الهيما يقول بسالي كالسيحة التواصلات المختلفة التي تتعرفها أنت؟ أعدادك المساعدة؟ أكثر من أجدًا في المحاولات؟ أجل إلى ذلك في محاولة أعرف المترو، الهدف والسعارة وأنا عرفت المترو والقاتر والسعارة أقوم بالعقوة أحب الغدًا أحب الغدًا لأنه يسجقاً ومحاولة لأنه يجب أن يهتم وغير أكبر سيطره أكبر ما تفعله في المكتر ما تفعله في المكتر رائعين أقسم أجتري وإشتري بوصول ومشربات أجل هذا في سائل في السوبر مرّوكت أجل الريان المعبوزات أجدت من ليلة جوز أجتري بوصول يأخذ أيضًا مصنع السبب مصنع ومصنع أجتري أيضًا فاكس وخدروات ومتجات البن أجل الريان المعبوزات أجدت من ليلة جوز أجتري حصير أجتري بوصول أشتري وفرخة أو دجاجة من قسم اللحوم الموضوع الثاني بيقول كالسان لدفرن سبور لبليو كوني دون موتر بي ما هي المرياضات المختلفة الأكثر شهرة والمعروفة قدن في بلدك كالسبور بخيفيري vous الرياضة اللي انت بتفضلها پوركو والماذا استخدموا البرب براتيكي يمارس أمورتان هام سانتي صحة لفوت لباسكت سبور لبليو كوني دون مون بي كورة القدم و كورة السالة هي الرياضات الأكثر شهرة في بلدي جو بريفير لفوت أنا أفضل كورة القدم جو لبريتيك أنا أمارسها لأنها تعطيني طاقة و قوة جو تروف سبور تخيز انتريسان أجدو أن تلك الرياضة هامة جدا أو مشوقة وممتعة جدا الرياضة هامة جدا لكي نكون في صحة جيدة بكده نكون خلصنا حل بوكلة سنوية عامة مصر دور تاني 2019 أشكرك شكرا جزيلا وانتظرونا في فيديوها الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته